احنا عملنا يوم مفتوح مع إلداعة حسنة لجمع التبرعات وبأماني بحكي لك التفاعل للشعب الأردني تفاعل عظيم تفاعل الأطفال والنساء والكبار والصغار من مختلف الشرائح ومن مختلف المواقع الأردنية اليوم الأردن بشتغل كأسرة واحدة من العقبة وحتى الرمثة كل الشعب الأردني بكل المحافظات والقرى والبوادي متفاعل تفاعل كبير مع هذه الحملة وإجتنا تبرعات أحيانا دينارين وأربع دنانير وست دنانير معناها أكبر منها بالضبط أنه عملية هذا التعبير والمشاركة في العملية هذه التبرعات بأمانة وكلنا شاهدنا الطائرات الأردنية وهي تتحرك على مطار العريش وكيف يبتصل هذه المساعدات فكل التبرعات التي رايحة باتجاه الغذاء والدواء تصل من خلال الخيرية الهاشمية عبر معبار رفاح أما في موضوع الإعمار فلنا تجارب يعني إحنا لغاية اليوم اللجنة العليا مجموع المبالغ التي تم صرفها 55 مليون دينار يعني منيحكي عن حوالي 80 مليون دولار إحنا يعني هيك لو أعطيتك بس فكرة عن المشاريع التي تم تنفيذها في قطاع غزة من قبل نقابة المهندسين الأردنيين من قبل نقابة المهندسين ونقابة المقاولين اللجنة الأردنية العليا لأعمار في فلسطين مثلا مشروع إنشاء مستشفى الولادة في مدينة دير البلح مشروع الإغاثة والإيواء العاجل بقيمة مليون ونص دينار مشروع تجميع وترشيح مياه الأمطار في بركة الأمل بمدينة خان يونس إنشاء مركز التدريب المهني بمدينة غزة إعادة تأهيل عيادة العطاطرة مشروع إزالة وتدعيم وحصر وتقييم الأضرار للمنازل الآية للسقوط بعد عدوان 2021 المساهمة في تمويل مشروع شبكة الصرف الصحي في مدينة خان يونس إنشاء شبكة صرف الصحي بالقرية السويدية بمدينة رفح يعني فيه مشاريع والآن يعني بتعرف سيد الكريم هذا كل اللي تحدثت فيه وتكرمت فيه يعني نقف إكبارا لنقابة المهندسين الأردنيين على هذا الموقف هذا واجبنا وهذا هو الأردن